أبونا بشوي ممكن أسألك سؤال شخصي إذا ما عندك شمانة طبعا إحنا منعرف بعد الحادثة المؤلمة الرئيس السيسي أعلن فترة حداد مدتها 3 أيام وهو نفسه طبعا كان في الجنازة مع قداسة البابا وطبعا شرفاء كثيرون لكن إيه الوضع والحالة بفترة عيد الميلاد هل فعلا أهالي الضحايا بيحتفلوا في هذا العيد أنا طبعا استلمت رسائل كتير منهم عم بيغفر عم بيسامح مع أن هذا أمر صعب جدا لكن فعلا نعمة الرب على قلوبه لكن كيف بيحتفلوا العيد خلال هذه الحادثة المؤلمة جدا لا شك أنه هو وقت صعب جدا على أسر الشهداء أو المجروحين أو على الكنيسة كلها يعني كل حاسس بشعور الألم لكن في نفس الوقت برضو رب المجد يسوع حول حزننا إلى فرح الفرح المسيحي أو الفرح الكنسي مختلف عن فرح العالم يعني إحنا ككنيسة أو كمسيحيين لما هنحتفل بكريسماس ملناش نفس شعائر الاحتفال اللي هو في العالم يعني العالم ممكن يحتفل بكريسماس بأي حاجة مزيكة ورأس وتجارة وبيع وشراء لكن الفرح الكنسي هو فرح عزاء من الروح القدس واحتفالنا بميلاد رب المجد يسوع بيكون من خلال ترانيم من خلال تسبيح من خلال قدسات فالنحية الكنسية أو النحية الروحية للكنيسة كلها لازم هتكمل مش هتوقف لأن ما فيش حاجة يعني هما لو اللي هابيين خلونا أن احنا ما نحتفلش بعيد ميلاد رب المجد يسوع بقى هما كذبوا أو أسروا علينا فطبعا احتفالنا الكنسي الروحي اللي هو من خلال تعزية الروح القدس ده هيكمل أما يعني أي حاجة تانية خارج كده هو لا شك أنه هو ولا الأسر الشهداء ولا المجروحين ولا حد يعني فيه طاقة أنه يعني يعمل حاجة أكتر من الاحتفال الروحي اللي اتكلمنا عليه اشتركوا في القناة